مرحبا بكم في قناتي وإن شاء الله الوصفة اليوم تعجبكم الخبز اليوم أراني بالطيق ناب اللي راح تديروه و تنشحو فيه باسك يلي تخي فاسيل بسع واحد لسابق هوا يعني إذيرو هكدا فلوريان. C'est une recette plutôt d'inspiration تعال مشرق باقي c'est une recette à pain briocher classique quelconque. نشوفو la farce تحت جيد très très bien. نتقدو تواسيو ها حتى سكرية. نحنا مالفي نشوفو هادلي مدالي دي ورغو كامل مهادلي بلا pâte à pain. distيطة على مجرم. نحن نضع قليل نشوفو كيفش لناسيلو تقدروا تروه ها زيق بلا بل نتلا أو بلا بلزا منتكي ما حبيتو. ونجوزو دوك نشحقو هن BronWS. 150g فارينة 15g السكر 7g الخمير 20g 20g الزيت 7g الملح نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة 30قرام نضيف ملحة أضف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة 30قرام 30قرام نضيف ملحة يوم الزيت ويقومون بسيطة بسيطة ويقومون بسيطة فقط أخذتها بسيطة ويقومون بسيطة ويقومون بسيطة تخمرها لمدة ساعة ونصف يحب الراحة بلوس رياح بلوس لابا تخرج لكم شابا بعد ما خمرت نجوزو نحوها وماذا بيكم منحولش بزاف لقاس خدموها بالخفة يخي متروحوش بولاق غريسي تخرجو عوش كاين من داخل هكذا بش لاب روشان فو تزيد تخمر لكم فيد 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 دونك هنا نقسمو انكاتخ ونزيدو نجوزو نقرصوهم كامل نديرو كاتر بارتي ايجال ونجو نحلوهم فوق دو بابيه تسول فريزي بابيه كويسان فيلم هكذا نحلو الربعة كل واحدة نحطوها في وريقة بيش تسهلنا لفاسونج نحلوهم فريمان فريمان يكونوا الرقاق نديروهم عشان لخو بستعكم يجي فريمان معجن شوية الداخل هكذا رقيق يجي كش نقولكم انكويابل يعني خفيف خفيف خلاص ريشان شوفو هم لكات بارتي دو عنا نحط نحط لو خفيف 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 نحط لأ البابيه ایجال لأ نضيف زعتر في الشرق الأوسط نضيف جلجلان و السومك و ملح و زيت نضيف زعتر في الكوزينة نضيفك كم نضيف زعتر و humm نضيفهم نضيف المزاق نضيف خلال النقاط نضيف خلال النقاط نضيف خلال النقاط تغلق كامل الخبزات تعنا وشك فوا انتو ما عندكم داخل وسيو لا فاقص تقدوت وسيو وش حبيتو حتى لا تابوناد هادي كنتع الزيتون لقارنيتوخ انتو ما ليين مديتلكم غير للا غوسيت وشوفوا انتو ما لياللوغو ليساعدكم بعد ما كمنا عمرنا كامل انجو هاد الطريقة نعرفوها كامل شهاله هيت يعني ملي خرجت هنا نقطعوه على ربعة بش ما نقطعوش الوغس نحطينا امتي غباغي ومليو على ربعة من بعد هاتمن الى ثمانية ونبعد نزيدو على ستناش ستناش نقاطعوه هاكدا باش من بعد كي ننلاقي بهم يمدونا ثمانية انتاع الخبزات هاكدا كيلواريدا كل واحد ياخد سابتيت 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 باردوك شوفوا الله يبارك كيفش يولي هاد الخبز وهنا نجو اللويو هاكدا والا وان فى ده خبزات كمسا سا حطو بوسمو دكاد الشباب سابتوف غباغي ونلاسقوهوم ده هاكدا هاكدا كم من يخشو هاكدا كم نقطعوهوم تقطعوهوم ساكدا يمدونا ونلاسقوهم ده هاكدا كم نقطعوهوم تقطعوهوم ساكدا فى يعني سهلا خبز معجن وخبز في الوسط يكون الفخوماش نجدها تخمر مع العجينة وزيت بزيادة بزيادة لا تطولنا بزاف سخون على 40 دراجة 35 دراجة منزل كمالات يحتاج تحليل فأسفت حتى تفني حسنا عمزل جدا حتى يجب ان تفنن تخليها جدا دراجة دراجة بشئة حليب شوية جندف مكانش عندي الكرام لكيد جوريمي الكرام لكيد لدور يقتحها كدب عليكم يا بنات واحدة دونك وزدنا لها شوية جلجلين باش نقعدو تو جو دون المميس بري وش كاين الداخل تو ما تقديو ديرو الها سينوج وش حبيتو داكو دونك هنه نديروها على 170 انشاله اختوغنانة لمدة 30 دقيقة شوفوا كيفاش خرجت لي طابت لي الله يبارك ما عندي ما نقول لكم غيما طرييا سي انكويابل ما كاش كاملا كتوفوا للا بروميار فيديو كشتوها مع اللول كيتمسوها مفشفش الله يبارك تخي تخي بان جيسبر عجبتكم الوصفة وانشاله تعاودوها وتنتحو فيها مرسي بوكو بولي زنكو غاج مارانا قريب نلحقو سبعين الف الله يبارك والا جوو زنبغاس ونقول لكم الله يكبر شانكم ويعلي مقامكم وانشاله يا ربي نتلاقاو في ساعة الخير اشتركوا في القناة